حكاية أخرى في تسريبات وتأكدات كمان بالمناسبة يعني عن طاقم حكام مباراة السوبة للأفريكي ما بين الأهلي والزمالك اللي هيدير المباراة حكم ليبي هو معتز إبراهيم الشلماني تعالى وريك الحكم معا مساعد أول الليبي عطية أمساعد مساعد تاني التونسي خليل حساني حكم رابع الصومالي عمر عبدالقادر أرتان وحكم رئيسي لتقنية الفار الجنوب أفريكي توم أبونجيل وحكم مساعد لتقنية الفار المغربي زكريا برينسي ده تاكم تحكيم مباراة السوبة للأفريكي ما بين الأهلي والزمالك طيب إيه بقى حكاية الحكم ده؟ هو عن 33 سنة أدار على المستوى الأفريكي والدولي 29 مباراة وأشهر مئة أربعة بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء واحتسر تمام رقلات جزاء أدار للأهلي مواجهتين الأولى كانت أمام الرجاء المغربي في إيه بربع نهاية دولي الأبطال أفريكي 2023 وأدار زهاب نهاية البطولة ذاتها بما بين الأهلي والوداد وحق الأهلي الفوز في تلك المباراة بهدفين مقابل حرف قبل مباراة العودة وعدف محمد عمينعم الشهير في المقابل أدار الحكم للزمالك مواجهة وحيدة كانت ضد شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات من دولي أبطال 2023 تعت المواجهة بخسارة نادي الزمالك بعد فين دون رد وأدار لبرامد لقاء أمام الفتح رباطي المغربي في دور المجموعات الكونفيدرلية انتهى بالتعادل 2-2 في ملعب الدفاع الجوي على فكرة حكم محترم جدا وقوش شخصية جدا أدار كمان معتاز ابراهيم مواجهة للمصري البرسائيدي مع مزيمي الكونغولي فاز خلالها المصري 2 لشيء في الإسكندرية خلال دور المجموعات من بطولة الكونفيدرلية 2022 ده حكم ده حكم